صحة وسعادة ما شاء الله الجو بدا يتغير وتعوني أسمع حالة الطقس ما شاء الله درجة الحرافة انخفاض ما شاء الله الجو مستوي ووايد لطيف يصلح للنشاطات الخارجية فالناس الكسلانة شراتي ولدامنا نتحجج من الجو حار حان الوقت أن نستمتع بالجو خارجا ونطلع نلبس كرومج وترياضة ونطلع ونستمتع عشان نكون بصحة وسعادة وهذا أكيد برنامجكم برنامج صحة وسعادة لتقدم لكم هيئة الصحبة دبي بالتعاون مع إذاعة المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي في بداية البرنامج طبعا دائما أول شي نذكركم أرقام التواصل أنا دائما أقول لها الكرام برنامج إذاعي من غير مستمعين يشاركون بفعالية يكون ممن مو بحلو واحد يعني مذيع بس يسولف شي هو حالات مشاركتكم ليش لم تطرشونا رسائلكم لم تتصنون فينا أول شي أكيد تثرونا الحلقة بمواضيع ممكن احنا ما يتعلى بالنطرحها تعطونا أفكار يديدة تطرحوا موضوع جديد تسئلون ضيوفنا أسئلة تثري الحلقة وتفيد غيركم من المستمعين فلتبخرون علينا فتواصلوا معانا على 6-00-55-14-14 والرسائل النصية على 4-006 ونذكر الجميع بأن الحدث العالمي في دبي إكسبو 2020 ما شاء الله تو هذا أول شهر له احنا نشجع الجميع أن يسيرون ويزورون إكسبو استفيدوا من خدمة المترو دبي في الذهاب إلى إكسبو أول شي نقلم بعثات الكربونية ثاني شي نكون صديقين للبيئة أكثر وثالث شي طبعا نصل إلى إكسبو بطريقة أفضل وأسهل أنه سمعت أنه حتى المترو يوصلين داخل داخل الإكسبو فيكون أسهل عليكم البتو شي مريح روحوا تمشوا وتعرفوا على الحدث العالمي هذا لا تنسونا العالم كله ينظر إلى إدبي عشان إكسبو إدبي عشان ما حط والإمارات في شكل عام ما حط أنظار العالم من زمن لكن وجود إكسبو مثل ما نقول البونس الشي الزيادة فروحوا ونرد دائما نقول دائما صوروا الأشياء الإيجابية في إكسبو روحوا اخذوا الجوازات الصفرة هالجميلة والإكسبو اختموا تعرفوا على تقاليد البلاد كل بلاد يعرض تاريخها وإنجازاتها وحضاراتها وخططها المستقبلية شو ناوينهم نقدمون في الأعوام القادمة بطريقة جدا جدا جميلة بعض الأجنح تقدم أفلام قصيرة وفي بعضها في صور وغيرها فروحوا واستمتعوا في إكسبو أهم شي تلبسون شي مريح وتشربون كمية كافية من الماء لأنه فيه مشي وايد فيعتبرون جزء من الرياضة لكن أهم شي نلبس شي مريح طبعا في بداية حلقة صحة وسعادة دائما تعبتوا على فقراتنا عندنا طبعا أو شي أهم للأخبار الصحية عندنا ضيف مميزين عندنا فقرة السوشال ميديا لكن قبل كل هذا ننتدي بفقرة الأخبار شو الخبر اليوم يقول خبر اليوم متعلق بهيئة الصحة هيئة الصحة بدبيت تستقبل رواد جايتكس 2021 بمنصة مميزة طبعا مع جايتكس اللهم بارك شهر عشرة إن شاء الله حافل جايتكس وإكسبو إن شاء الله إنها تشهر القرية فإن شاء الله شهر جميل وشي مثل نقول هالي دايناميك يعني واجه في أشياء واجه في فعاليات الله دي معمت الأمن والأمان على بلادنا فهيئة الصحة أعلنت عن ملامح مشاركتها الفعالة في معرض جايتكس 2021 والتي أكدت أنها ستكون متواجدة بشكل مميز هذا العام من خلال منصتها وما تعتزم طرحه من حزمة البرامج وتطبيقات المطورة والمبادرات التي طبعا تصب في خدمة المتعاملين مع الهيئة أهمها تطبيق دي اش اي أو تطبيق هيئة الصحة بالبي وخدمة الفحص الطبي قبل الزواج إلى جانب طبعا الاتفاقيات التي تتجه توقيها بمختلف الجهات لتعزيز الأهداف والتطلعات في تحقيق الرفاه الصحي للمجتمع بهذه المناسبة قال سعادة أعوض صغير الكتب المدير العام الهيئة الصحة بالبي أن معرض جايتكس 2021 هذا العام له طابعه الخاص لارتباطه بالعام نفسه الذي تنطلق منه الإمارات للخمسين عام القادم طبعا كنا نعافحنا نحتفرحين بعام الخمسين فجايتكس يتزامنا مع عام الخمسين الذي تنطلق منه الإمارات للخمسين عام القادم الذي يشهد تحولا هائلا في توجهات الدولة الرقمية وما تعمل عليه مدينة دبي لتظل هي موطن الإبداع والابتكار والحلول الذكية وأكد سعادة أعوض صغير الكتب أن معرض جايتكس يمثل فرصة مهمة لزيادة القدرات التنافسية بين المؤسسات على ساحة التقنيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وفرصة لقياس التقدم وتقييم الواقع ومقارنته بما تتطلع إليه الهيئة في أكثر المجالات تطورا في العالم وذكر سعادة الكتب أيضا أن هيئة الصحة في دبي ترا في معرض جايتكس المنصة المثالية لبناء الشراكات وتوثيق العلاقات والتعاون بينها وبين مختلف الجهات المعنية وضع الصلاة فضلا طبعا لانفتاح التجارب الناجحة وتبادل الخبرات وللطلاع على كل المسجدات في العالم في عالم التكنولوجيا والتحولات الرقمية طبعا صحة دبي أضاف سعادة كتب أنه حريص أن تكون مشاركتها فعالة وأن يكون حضورها وتواجدها ضمن طليعة المؤسسات سريعة التقدم وخاصة في مجال عمل الهيئة وطبيعة الدورة اللي هي الخدمات الصحية طبعا اللي تدفعها دائما لتوظيف كل ما هو جديد وحديث فيما يجود به العالم من تقنيات وأشار سعادته إلى أن أي تقدم تحرزه الهيئة في هذا الاتجاه بأن ركيزته وهدفه الأساسي هو خدمة المجتمع بأساليب حديثة وأدوات وتجهيزات فائقة المستوى إلى جرام طبعا الأهداف الاستراتيجية المهمة وفي مقدمتها مواكبة الطفرات المتراحقة على مستوى الإمارات وتحقيق ما تستهدفه دبي بكونها أحد أكثر المدن الأسرع نموًا وتقدمًا في العالم فإن شاء الله بيكون جايتكس 2021 أحد المنصات اللي رح تكون فيها هيئة الصحة بالبي وتطرح لكم كل شيء يديد في هيئة الصحة الخدمات نوقع اتفاقيات مع شركات التي تقدم أحدث الخدمات التي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع لنتمتع جميعًا بصحة لنكون جميعًا أكثر صحة وأكيد أكثر سعادة من الخبر رح نروح إلى أسما الجناحي رح تعطينا فقرة السوشيال ميديا صباحة وردي أسما صبحتم الله بالنور السور دكتورة عليكم على كل مستمعي إذا عدتني ورد بي حياة الله يا أسما شو جديد السوشيال ميديا اليوم من الأشياء التي تحطيناها خلال السفر الماضية أول شيء نحن حاولين نأكد على أن جميع خدمات الطوارئ للأطفال سيتم نقلها من أو سيتم نقلها من مستشفى دبي ومستشفى الطيفة بتاريخ عشرين ستكون موجودة في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال هذا من تاريخ عشرين فهذا من ضمن الأشياء الرئيسية التي نحن حطيناها أيضا من ضمن الأشياء أننا نقعدين نأكد عليها في هذه الفترة أنه سيتم نقل جميع الجراءات التنظيمية الصحية من طلقة مدينة دبي الطبية إلى هيئة الصحة من 24 أكتوبر عشرين أكتوبر خدمات الطوارئ سنتقل إلى نساشة الجليلة وأبو عشرين أكتوبر نقل جميع الإجراءات الصحية والطبية من طلقة مدينة دبي الطبية إلى هيئة الصحة ممتاز أيضا من ضمن الأشياء التي نحن 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 نأكد عليها أن جميع مراكز الطبية أو مراكز هئة الصحة هي من خلال المواعيد المسبقة يقدرون يأخذون مواعيدهم من خلال تصدق هئة الصحة بالدي وأيضا من خلال مركز الأطفال 843 موجودين أيضا معاكم في معرض جويتكس وهو موجود منصة هيئة الصحة لتعرف على الخدمات الذكية ممكن يزورنا في جناح دبي الرقمية الموجودة في قاعة الشيخ سعيد ثلاثة في أخبار أخرى يا أسما بتخبرين عنها سوشال ميديا مشكورين ثم بصحة وسعادة وانتي بصحة وسعادة يا أسما ونهارج سعيد طبعا مثل ما ذكرت أسما أنه ممكن حجز المواعيد عن طريق تطبيق يأتي الصحة بالديقانة تجعل جميع أنهم ينزلون تطبيق التطبيق سهل التصفح جدا من تسجلون فيه هو خطوات التسجيل ممكن البعض يلاقيها شوي طويلة لسبب أراد أقول السبب أن حماية معلوماتكم الطبية اللي موجودة ضمن التطبيق يعني لو فتحتوا التطبيق هيئة الصحة الحين بتلاقون كل معلوماتكم الطبية موجودة مواعيدكم أدوياتكم تحاليلكم نتاج التحاليل المواعيد القادمة ترموظفون كل أفراد الأسرة معاكم في التطبيق فيكون سهل عليكم إنكم تتابعون خلنا نقول صحة عائلتكم مواعيدهم الياية تحجزون مواعيد عن طريق التطبيق فالتطبيق جدا 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 جميل وجدا سهل في التصفح ساعة ما تسجلون فيه رح تلاقون لكم ما تستغلون عنه دائما تفتحونه عشان تحصونه على الخدمات عشان تكون عندكم مواقبة الخدمات ومجتفئة الصحة بالتبي فنزو التطبيق سجلوا فيه وضيفوا كل عائلاتكم فيه تقدرون تتابعون الخدمات الصحية اللي موجودة ضمن التطبيق اليوم بعد الفاصل الشارح يكون عندنا اليوم موضوع جميل جدا وأنا كنت مصرد أن هذا الموضوع يطرح له موضوع تساقط الشعر وأهمية التحالية المرتبطة بتساقط الشعر ليش ركزنا على هذا الموضوع قد يقول بعضهم موضوع دكتور تساقط الشعر يعني موضوع مثل ما يقول الكل عندنا تساقط الشعر منهم ما يتساقط عندنا الشعر هذه فكرة خاطئة هناك تساقط طبيعي وهناك تساقط غير طبيعي للشعر فطبعا دائما نقصد نحن نفرق بين التساقط الطبيعي والتساقط غير الطبيعي ليش؟ لأن للأسف خصوصا طبعا المرأة أنا أحس ريالي ما يهمهم يعني ويتساقط الشعر يعني أحس الحريم وحداما نحسب الشعر الوحدة لو طاحت يعني كم شعر طاحت في اليوم إذا نشتين لقينا شوية شعر على المخدة نحس أن أذا مشطنا لقينا شعر في المشط فنحس أن هل ممكن أفقد أنا شعري طبعا الشعر هو تاج المرأة ونهتم فيه من القدم يعني نحب يكون عندنا شعرنا جميل لكن للأسف لما المرأة ما يكون ندخل فيها كافي أنه شو فرق بين تساقط الطبيعي وشو فرق بين تساقط الغير طبيعي تبدأ تنساق وراء خلطات حبوب شاي شو بعد فيه كريم يمكن هاي هالأشياء يعني عشان شو توقف تساقط الشعر الغريبة أنه البعض هذه في بعض منصات تواصلة الاجتماعي لما تطرح هالكابسولات أنا أوش هي استغرب كيف حد ممكن ياخذ كابسولات ومو بعرف شو مصطرحة يعني أنا معرف هذي هي تقولي والله هي مرخص بس أنا معرف شو تحتوي الكابسولات على شو ممكن تكون كابسولة فاضية ما فيه لأخلى شي بس تبيع لتشياء بسعر الفلاني أول شي كابسولة غير مرخصة يعني مو بالسشارة الطبيب ما تعمل يشو مكوناتها ما تعمل يشو ظروف تخزين الكابسولة نفسها ويكات مخزنها الكابسولة ترى يا جماعة جزء كبير من سلامة الدواء في التخزين انزين بعدين شو المكونات الموجودة في الكابسولة هل هي مكونات آمنة أو لا هل هي مكونات ما حسو تسفاعل في الجسمين ما رح تعطيني أثار جانبية تستطيع تساقط أكثر في الشعر رقم الثنين هذا الانسياق وراء هذه المنتجات الغير مرخصة وما لها أساس معروف وما تعفوشوا مكوناتها ولا تغسينها تؤدي إلى مضاعفات احنا نشوفها وايت في العيادات بقع في الجسم فراغات استوي في الشعر تساقط رموش تساقط حواجب يدخلون في مضاعفات ما لها داعي لأنه من البداية ما خذت رأي الطبي الصحيح هل أنا عندي تساقط حقيقي أو مجرد تساقط طبيعي للشعر رح يكون إن شاء الله رح نبتدي أول شيء بفقد التغذية بعد إن شاء الله الفاصل رح يكون معنا أخصائية التغذية باستاذة سوها نوفل اختصاصي أول التغذية السريرية بتكلمنا عن الأغذية المهمة لمنع تساقط الشعر لأنه يعني نقول لنساء صدق قبل أن تصدق الاهتمام بالشعر الفدي من التغذية نروح فاصل ونرجع صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامتكم برنامج صحة وسعادة التواصل 600-551414 والرسائل النصية على 4006 مثل ما كنا نقول قبل الفاصل ما في شك أن الجميع يخشى من مشكلة تساقط الشعر ودائما ما نبحث عن علاج لحماية نفسنا من هالمشكلة والبعض الآخر يلجأ للوسطات الشعبية وطبعا فريق ثالث من الناس يذهب للبحث عن الغذاء الطبيعي الذي يمكن أن يوفر له الحماية من تساقط الشعر هذا محور فقراتنا الحين مع الأستاذة سوها نوفل اختصاصي أول التغذية السريرية فهي تصحة بتبين لما تكون جازة رحنا أخذها إن شاء الله ليش قد تتسأل بعض خصوصاً أرد أن أقول بعض النساء ليش التغذية لا علاقة لا علاقة بتساقط الشعر دائماً نحن نقول تغذية الشعر تبريد من الداخل مو بس باستخدام منتجات من الخارج يعني ممكن نستخدم زيوت ماسكات أي أن كان منتجات نستخدمها من الخارج لكن التغذية الحقيقية للشعر تبكدي من الداخل ووحدة من أكثر الأسئلة الشيوعة أنا أسألها للبنات هتلاقون مراهقات السبعة عشر خمسة عشر اليوني الشكومة ساقط الشعر دائماً أول سؤال لهم كيف الهضم والنوم عندهم ها سؤالين جداً مهمين نشوفوا ما نبتدي نطلب لهم عشر تالاف تحليل ونقولهم سوي أول شي نبتدي بنمط حياته كيف الهضم عندها وكيف النوم عندها وجود امساك بشكل متكرري يؤذي الشعر جداً ليش؟ لأنه يمنع الجسم أولاً من التخلص من السموم رقم اثنين الجهاز الهضمي هو بيت الداء وبيت الدواء إذا عندها الهضم غير جيد معناه أن الجسم قد لا يمتص المواد الغذائية اللي تحتاجها بشكل سليم ما رح يكون عندها شعر صحي وأنا دائماً نقولها الكلام حق البنات تقول دكتورة بس فلانة قالت أنا مشيت على نظام غذائي معين أسبوع وصار شعري زين هذا كلام غير صحيح كل شي بتسوينا عشان شعر أفضل بشرة أفضل صحة أفضل ياخذوك ما في شيء بنيوم لي له موزر نبطل ونسكر اليوم الله بدقها الزر بتجيب بشرتي أفضل هذا كلام غير صحيح وللأسف يستخدمون البعض التسويق لبعض المنتجات فمثل ما احنا نقول أن التغذية السليمة هي الأساس في الشعر الجميل أو البشرة الجميلة يعني تكون صحتنا أفضل بشكل عام فللبنات دائما نقول أول سؤال نقول لهم إياه أن اهتمي بتغذيتك لما نقول خذي خضار وصراطة بشكل دائم شو السبب عشان يكون هضمة أفضل يكون فيه ألياف أكثر بالتالي يكون جهازة الهضمي سعيد يكون بشرة سعيدة وشعر سعيد هاي على قولتهم رشدة من غير رشدة يعني علاج بدون علاج من غير ما أصفت أي شي التغذية التغذية نفسها يأثر وايد في الشعر بعدين النوم للأسف واي من البنات المراهقات يسرون وايد في الليل يخصون في الإجازات يعني يسرون وايد في الليل أو حتى في أيام العادية ما يحصلون على القص كافي من النوم وعدم حصول على القص كافي من النوم واي يسبب تساقط شعر وبشرة باحته ليش؟ لأن لما إحنا ننام فهذا الجسم يبتدي يدخل في عملية تجديد الخلايا خلايا البشرة خلايا الشعر كلها تتجدد خلال النوم فذا أنت ما خذك فاتش من النوم ما رح تتم تجدد فتحسين البشرة مثلا يقول ما فيها نور مش البشرة اللي أنت تبينها رح نترك الآن المايك عند الأستاذة سوها نوفاً اختصاصي أول التغذية السريرة رح تخبرنا أكثر عن التغذية أو الأغذية المهمة لما نعطي ساقط الشعر صباحك ورد أستاذة سوها صباح النور والسرور صباحك فل حبيبتي حياة الله أول شي بمجأة خصائية التغذية توقعي مرة عليك واي خصاً أراد أقول بنات بمشكلة تساقط الشعر فنبدأ على السريع نقول عن مشكلة تساقط الشعر وأبرز أسبابها فعلياً صح سيما تفضلت حضرتك كثير بيجينا خاصة عند النساء مشكلة تساقط الشعر أو البنات بشكل عام طبعاً إذا بنا نعرض علاج تساقط الشعر لازم بنا تفضل نعرض الأسباب المؤدي لتساقط الشعر عندنا لو حكينا الأسباب في شكل عام في عنا أسباب وراثية في عنا الأسباب في تناول بعض الأدوية بعض الحالات المرضية زي أمراض الغدى الترقية أو بعض أمراض المناعة إذا حكينا على الأسباب التغذوية فهي أهم الأسباب عندي هو وجود نقص في بعض الفيتامينات زي الزنك الحديث فيتامين با فهذا الشخص أو هذه الاستهيدة لا تكون تتناول الغداء الكافي اللي يحتوي على العناص الفيتامينات الكافية والمغذية لبشرتها ولا شعرها تحديدا وجود نقص في البروتين المتناول فلما يكون في عندي نقص في البروتين بالتالي بالقل تدفق مادة الفيتامينات للشعر اللي بتغذي الشعر نفسه لأن البروتين ما تتطبق فيها فإذا كل هذه العوامل التغذوية نقص البيتامينات نقص البروتين تناول الطعام الغير صحي كما كلها تؤدي إلى تساقط الشعر أبدا كلها سهم كبير في تساقط الشعر غير طبعا إذا كانت تناول بعض الأدوية أو حالات مرضية معينة أو أسباب وراثية بالإضافة إلى الاستخدام القطأ لبعض المنتجات اللي خاصة بالعناية للشعر ممتاز أستاذ سوها شو الأغذية اللي تساعد في الحماية من تساقط الشعر وش كثر الأغذية تؤثر فعليا في حمايتنا من تساقط الشعر نعم إذا إحنا حكينا تقريبا في كثير من الدراسات حتى أنه ما يقارب من حوالي 9% من أسباب تساقط الشعر تكون أسبابها تغذوية هاي الأسباب التغذوية خليني أنا أحاول أسيطر عليها قدر المستطاع زي ما حكينا لما نعرف الأسباب أنا نعرف أنه عندي نقص البيتامينات هي طبق تساقط الشعر فأنا أعمل وقاية لنفسي لأن أتناول الأغذية التي تحتوي على هاي البيتامينات الأغذية الغنية ببيتامينات ألف بيتامينات عندي مثلا من أهم الأغذية التي تغذي الشعر بشكل زيد البيض ليش البيض البيض يحب فيه زين في بروتين في مادة البيوتين كل هاي الأغذية الأشياء مفيدة جدا للشعر وتقلل بصيلات الشعر فإنه يسمون غذاء كبير بحجم صغير البيض أيضا الخضروات الورقية زي ما حكينا عندك نقص بيتامينات إذن الخضروات الورقية تحتوي على العديد من بيتامينات ب فيها حديد بالإضافة إلى أنه فيها عندي البيتامين سي بيتامين سي طبعا وبيتامين ها مضادات للأكسدة مضادات الأكسدة يعني يسترفع الوقاية والشمال لبصيلات الشعر طبعا هي توقع الهسم بشكل عام لكن نركز على الشعر مضاد أكسدة يعني يحمي عندي مصيلات الشعر من الثلاث هيكل البصيلة نفسه وبالتالي يعزز من هذا الهيكل وبيقوضي وبيخلي عندي المستقبلات لمغذيات الشعر تكون بشكل أقوى وبتقوي الشعر وبيخصص من تصاقف الشعر اللي بيكون من أسباب تغلوية إذن أيضا بدي أركز على منتجات فيتامين سيدي معروف موجود بالخضار الورقية موجودة بالفواتي بشكل عام موجودة بالخضروات الأسماك الدهنية تناولها مش أقل من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لأن الأسماك الدهنية المواد الدهنية أو الدهون الزيدة الأحماض الدهنية الموجودة في هذه الأسماك بتخلي فروة الرأس تكون عندي لينة رطبة يعني رطبة وتشميها من أي جفاف فبالتالي الأسماك الدهنية وفيها فيتامين دال أيضا فيها فيتامين فالمماثل إلها من النواحي النباتية اللي فيها الدهون الأساسية عندي وغنية بالبروتين عندي بذور الشياء الأفوغادو هاي زيها زي الأسماك الدهنية يعني أنا عندي أسماك زيتية أو دهنية تعزز من نظارة وتقوي بصيلات الشعر من الموازي إلها من ناحية النباتية عندي بذور الشياء الأفوغادو هاي تحتوي على البيتامينات تحتوي على بلوتين تحتوي على الدهون الأساسية الغيدة والمفيدة عندي لبصيلات للشعر عندي أيضا اللولز عندي الفاصولين حمراء لذائك مفيد لأنه يحتوي على الزنك فاصول الحمراء فيها الزنك فيها حديث فيها فيتامين D أيضا مفيدة لبصيلات وتقوية الشعر عندي والحفاظ على نظارة الشعر وتقليل من تقصفه وتساقطه ممتاز أستاذ السؤال بمنا قلنا هناك أغذية تحمي شعرنا من التساقط وتخلينا تمتع بالشعر أفضل هل هناك أغذية تزيد تساقط الشعر أو تخلينا لا نتمتع بالشعر صحي بالتأكيد طبعا الآن زيما في عيدي الإشي اللي حيأثر على جسمي بشكل عام ويخليني غير صحي يسبب لي تعاصي بشري أو يؤدي إلى أمراض أخرى بالتأكيد هذا سيؤثر على شعري من أهم كثير من الدراسات في الأول الأخيرة تثبت أن السكر يؤثر على بصيلات عندي الشعر وعلى جذور هذه الشعر بالتالي بظرف الشعر وبظرف الصحة العام حتى للشعر لأنه بيزيد عندي من مقاومة الأنسولين بيزيد من مالية الإصابة بالأمراض الأخرى فأي مادة تؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين في الجسم بالتالي تتعب عندي بصيلة الشعر ويسبب عندي أن هذه الشعر تكون تدورها ضعيفة وسهل تقصصها أو أنها تتساقط عندي الأغذية الأهم الغذاء يمكن إرتفاع مقاومة الأنسولين عندي اللي هو خبز المعجنات كلها تتخل فيها سكر وتتخل فيها ضحين أضيط فهذه كلها تتخل من مؤشر السكري أو مقاومة الأنسولين بيؤدي إلى ارتفاعه تعمل خلل كل هرمونات وكل هذا بنهاية بيأثر على رصيلة الشعر أيضا من الأشياء اللي جائما نحبب جائما من ننصح الاستعاد عنها قدر المستطاع الأغذية الوجبات السريعة لأنها مش بس تؤدي إلى أمراض القلب ولا تؤدي فقط إلى السنة أيضا تؤثر على فروة الرأس نفسها فروة الشعر هي تزيد من نسبة الجهون فيها لما تزيد نسبة الجهون فيها تخلي المكامات تاعة الشعر نفسها تصغر وبالتالي الوصيلات أيضا تتأثر يعني تصير عندي طبقة دهنية زائدة عن الحج اللي هو مطلوب والصحي بتزيد أيضا فبالتالي هذه الوصيلات تصغر الزمن اللي بيحمل المغذيات لهاي الوصيلة يصير صعب عليه وصل إليها فبالتالي يصير تصاقطها أسرع تقصفها أسهل بالأشياء أيضا الناس اللي بيشرب المشروبات الغازية المشروبات الغازية كل هاتها بيشت العام فيها سكر وفيها مواد فيها حينتجنبها حتى الزايد حتى التخدم فيه السكر الصناعي اللي يوم الأسبرتان هاي العديد من الدراسات اللي ظهرت حاليا تأتي إلى أنه يؤدي إلى تلف وضرر في بصيلات الشعر نفسها فإذا أنا أنتبه جيدا لنوعية الأكل اللي أنا بدي أتناوله أتجنب هاي الأشياء قدر المستطاع تأكد إنها تتعكس على جسمي بشكل عام وعلى شعري بشكل خاص حاصب على شعري وأهوي دائما بشكل مطلوب وأتجنب الأشياء والمغذي النوحية التغذوية اللي احنا حكناها والعوامل الأخرى اللي ممكن تزيد من هذا العامل أو تتر عن تساقط الشعر عندي وثلث الشعر ممتاز شكرا لك أستاذة سهنو في الاختصاصي أول التغذية السريرية بهئة صاحبت بي ودخلتت معنا اليوم بخصوص الأغذية المهمة لمنع تساقط الشعر والحفاظ على الشعر صحي شكرا نتش نهارك سعيد نهاركم أسعد حزين يعافيك العامل الله يعافيك مثل ما تفضلت أستاذة سهقة وما نطلع على الفاصل هناك أغذية تعطينا الشعر أفضل هناك أغذية تساعد في تساقط الشعر الشعر ما يكون في لمعة ما يكون صحي ما يكون مثل ما احنا نحب فدائما لاحظوا تركزت دائما على الأشياء الطازجة الخضروات والفواكه والبيض والأسماك كلها تساعد في الحفاظ على الشعر الصحي شوفوا ما ذكرت ولا مكون ولا بديل غذائي لا قاد تخذه حبوب قاد اعتمدوا على الغذاء الصحي طبعا حسب الحال لكن معظم الحالات اللي نشوفها تحتاج تغيير بسيط في نظام حياتها الدخل الخضروات أكثر أسماك بيض فأكلها اليومي تعدل نومها تتافاد الأطعمة اللي تسبب تلف الشعر وتساقط الشعر رح تنتمتع بعد هذا بشعر أفضل ونريد نقول أي تغيير في صحتنا هو عبارة عن استثمار ياخذ وقت عشان يتحقق فخلي يكون عندنا صبر ما نجرب أسبوع أسبوعين شعر نقول لا والله ما نفع ودكتورة خلس إيه أشتري حبوب وحط كريمات ما عف من وين يايبينها وأخذ أي حبوب أي كبس ولا قالوا والله أعشاب والله تشاه حق الشعر هذا كلام غير صحي كل شيء يبالى وقت نعطيه بالمعدل كم ثلاث إلى ستة أشهر عشان نشوف التغيير ثلاث إلى ستة أشهر عشان نشوف التغيير قدرنا مستعينين لكن ربنا نقول نبان نتمتع بشعر زين وصحة نتكون زينة ما نتمتع بشعر زين وناخذ أدوية مكملات ما نعرفها وبعد هذا نحس جسمنا قام يتعب أو قمنا نمرض بسبب أخذ أشياء احلى ما نعرف شو هي شو مكوناتها وشو أثرها رح نطلع إن شاء الله فاصل بعد الفاصل رح يكون معنا دكتور مهدي العبودي رح يكلمنا عن أهمية التحاليل الدورية فترايونا وتواصلوا معنا بعد الفاصل صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامج المميز المميز برنامج صحة وسعادة تواصلوا معنا على 600 551414 والرسائل النصية على 4006 طبعا حماية الصحة العامة وأهمية لتشاف المبكر للأمراض شي جدا أساسي عشان شي دائما يوصل الأطباء بضرورة إجراء الفحوصات والتحاليل الدورية من دون ربط ذلك بعلا أو ضرف صحي معنا أن نسوي تحاليل قبل ما تطلع عندنا الأمراض هذا المقصود بإجراء فحوصات وتحاليل دورية من غير وجود أي مرض طبعا هناك توصيلة الأطباء أو نصيحتهم أن ممكن الطبيب ينصح بتعمل تحاليل معينة على عمر معين بتكرار معين مثلا تسوي تحاليل معين مثلا عمر أربعين على العمر خمسين على العمر ثناثين مثلا عيدك الأربع سنوات عيدك كل سنة حسب توصيل الأطباء بالتحديد يكون عند الأشخاص الأكثر عرضا للأمراض أو من لديهم أمراض مزمنة أو من لديهم عرضا للإصابة بعض الأمراض بس طبعا التحاليل الدورية ننصح فيها الجميع سواء عندك تاريخ مرضي ما عندك تاريخ مرضي عندك خطر الإصابة بأمراض معينة أو لا التحاليل الدوري شيء أساسي ومهم جدا نحن نلتزم بجدول التحاليل الدورية لا نزيد ولا ننقص ما ننقص معناه ما نطوف التحاليل الدوري ما نزيد بمعنى ما نبالغ في زيادة إجراء التحاليل ليش يا ترى؟ هذا اللي بيجاوب عنا الدكتور مهدي العبودي اختصاصي طب الأسرة في هيئة الصحبة بي صباح الخير دكتور مهدي صباح النور صرور هلا فيك طبعا دكتور مهدي كونك طبيب أسرة فأكيد أن يمرون عليك كثير من المرضى اللي دام اللي يطلبون تحاليل بشكل دوري بس خلان أوشي نعرف للمستمعين شو يعني تحاليل دورية وشو أهمية تحاليل دورية قبل ما نبدأ أنا بس بغي تعلق على موضوع التغلية المهم أن يأكلون الأكلات هذه ما يسوونها خلطات ويحطون على راسهم بس ما نبالغ يحدي العيادة وحاط خلطة بيض وسمت لا الثوم الثوم اللي يحرق لهم فروة الراس الثوم هالمشكلة سوون ثوم كميات أنا شفت بنات فروة الراسهم محتاجة من كثر كمية الثوم اللي حاط هنا فلا تحطون خلطات تكل الخلطات ما يحطون حراس نعم صحيح دورية نحنا نتكلم عن خلطات حسب مثل ما ذكرت حسب العمر حسب الحالة الصحية حسب توصيات الطبيب نفسه فإذا نحنا بنتكلم عن الفروسات الأساسية اللي هي المهمة اللي ممكن نحنا نعملها سنويا نحنا نتكلم سنويا يعني مرة في السنة مو بمرتين أو ثلاثة اللي إذا كان الطبيب هو نفسه موصب بها الموضوع فالفحص الفحصات الأساسية السنوية اللي هي الفحص الهموغلوبين مع مخزون الحديد مع بي مندال مع وضائف الكلا وإذا حسب عمر الشخص ممكن نحنا نضيف بعض الفحصات الثانية فمثلا الشخص وصل سنة الاربعين سنة نضيف لهم فحص تكريمي فحص الخروج عشب نشوف إذا فيه دم ولا لا لأن الدراسات كثيرة والدراسات حاليا بعد الإشعادات الطبية العالمية تقول من سنة الاربعين تبدأ حالات الزياد اللي هي سرطان القرون تزيد احتمالية تزيد عند الأشخاص خاصة عند الرجال من سنة الاربعين فنحنا من سنة الاربعين سنويا نعملها الفحص غير هذا الفحص ممكن نحنا نعمل فحصات يعتمد على الشخص نفسه إذا شفنا شخص وزنه زايد نحيط الخسر كبير عنده مثلا نمط حياته مثلا ما يسوي رياضة أو مدخن وكذا نبدأ نحنا نضيف حصات ثانية كمثال بحص كولسترول وبحص السكر هذه ممكن تبدأ من سنة الـ 35 حسب الشخص إذا كان الشخص بشكل عام صحي ممكن نحنا نقول تريل الاربعين قبلها ممكن من سنة 30 حسب نحنا ما نشوف هذا الموضوع هل في حاجة ولا لا صحيح بحصات ثانية نضيفها لذلك مثلا اللي هو بحصات للأشخاص مثلا اللي عندهم تاريخ مرضي مثلا مبو نفسه في العائلة نفسه نقول نحنا في العائلة عندنا مثلا بحص سرطان مثلا موجود السكر موجود الضخط موجود غيره وغيره نضيف هذه الحوصات لأشخاص في سن مبكر قبل السن الاعتيادي كمثال فحص السرطان القولون بدلا ما يبدأ على سن 40 ممكن نبدأ على سن 30 حسب التاريخ العائلة كل هذه طبعا يحددها الطبيب والمرض هذا المراجئ يسمع الطبيب والطبيب يحدد للحوصات التي يحتاج ها صحيح لو اتكلمنا عن النساء ما في الحوصات الدورية لتنصح ان المرأة تقوم فيها من اي عمر هي نفس الفحوصات بشكل عام لكن نحن بنضيف على ذلك اللي هو فحص الموموغرام اللي هو فحص اللي هو حق السرطان التادي الاشياء الخاصة اللي يسوونها هاي ممكن تبدأ من سن 35 او ال40 بعد نرجع لي اللي هو حسب التاريخ العائلي او تاريخ المارض هي مثلا حرما تقول عندنا في العائلة كذا شخص كان مصاب بسرطان السيدي مثلا امها ولا ابنت اختها ولا عمتها ولا خالتها فهن نحن نبدأ هاي الفحوصات بوقت مبكر اكثر ليش لان عندهم هالقابلية تكون عائلة عالية عندهم فنحن نحتاج نحن نتجنب هالموضوع فحص المبكر هو اللي بيلطق معظم الاشخاص من اي مضاعفات من المرض وبيخلي انه نسبة العلاج جديد توصل 80-95% مقارتة بالشخص اذا ما عمل فحص مبكر ممكن نسبة العلاج نخفض عنده 50-60% صحيح انزيل دكتور مادي انت شدت عن الموضوع ان نلتزن فحص الدوري وما نسوي اكثر ممكن حد يقول انزيل شو الضرر لو انا سويت مثلا فحصات شو الضرر اللي يكون على الشخص اذا زاد من وثيرة اجراء الفحصات هو كالضرر على الشخص نفسه ما في ضرر بشكل عام لكن احسب بذلك انه كل ثلاث الشهور لازم يحجز موعد ياخذ انتظر دوره بعدين الابرة نفسها ممكن مكان الابرة اذا اذا مثلا ما صار تنظيف مناسب او تعقيم مناسب لمكان اخذ الدم ممكن صير الاتهاف في هالمنطقة الشنطة انه حتى لنقل عاد الفحص كل ثلاث الشهور علميا ما بيكون عندنا اي شي يديد نشوف الفحص ولا بنغير شي ولا بنظيف ولا ننقف كأنه يعني كل ثلاث الشهور سوى الفحص بنشوف تقريبا نفس النتائج نفس النتائج ما يكون اي تغير ولا اي شي يديد هذا السبب معظم الاشخاص اللي هم يعملون حصات الدورية لو نمشي على موضوع الاشهادات العالمية حسب المنظمات الصح العالمية او المنظمات الامريكية والأوروبية حتى في موضوع فحص الكوليسترول واذا كان فحص الكوليسترول طبيعي ممكن يعادة الفحص بعد ثلاث سنوات نحن هني ما نقول مرة في سنة ما نقول كل ست اشهر نقول كل ثلاث سنين يعيد فحص الكوليسترول ليش لنحما عندهم دراسات موجودة ان التغيرات هذه اللي كبيرة ما بتصير اذا شخص حافظ على نظام حياته ونمط حياته بس اذا خلي نقول شخص صار عنده فجأة تغير معين زاد وزن لسبب او لاخر صار مثلا تكاث المقام يمارس رياضة بده يدخل هني ممكن الطبيب يطلب فحص مثلا بعد سنة يقول لا انت حالتك تغيرت محنا ممكن لازم نشوف اذا فيه اشياء ثاني تغير لكن اذا تشوف حسب نتائج الفحص نفسه او حسب اذا كان مثلا بادي ياخذ ادوية والطبيب يبغي يشوف نتائج الادوية او مفعول الدواء نفسه ممتاز دكتور مهدي بما ان الفقرة اللي قبل كنت تكلم عن تساقط الشعر وغيره اذا مثلا الشخص رح مر على خصائي التغذية عدلت لنظام الغذائي عطت وصلت بالاكل المفضي عشان تتمتع بشعر افضل لكن مع هذا الى الان تساقط الشعر موجود شو التحاليل اللي انت تحسنها ضرورية لو وحدة تعاني من تساقط الشعر لازم نحن نرجع لأولا اللي يقول تاريخ العائلة للشخص نفسه زوان ريال والحرم هالأيام حتى شباب يقول شعرنا يطيح وانا بدأت والله ساقط الشعر بعد سين لا تحدد كبير يعني نحن نقدر 40% ريال 60% حريم حين صار موضوع الشعر زين اهتمام بالنفس زين ممتاز النقطة اللي هام اللي هو التاريخ العائلة اذا كان في العائلة تاريخ عائلي قوي لموضوع الصلاة فنحن لازم ننبههم حتى لو عملوا الحوصات حتى لو أخذوا بعض المكملات وكذا وكذا هذا موضوع وراثي ما نقدر نحن نغير فيه بشكل عام طبعا عند الريايل بيوصل الموضوع إلى زراعة شعر حتى الحريم في زراعة شعر وهذا لكن الموضوع اللي هو عند الحر عادة ما يكون صلاة عادة يكون اللي هي الكثافة تخف عندهم صح صح شو نحن شغلة ثانية لازم نركز عليها شو الأدوية اللي قاعدين ياخذونها لأن فيه ممكن أدوية تسبب تصاقة شعر فيه أدوية ممكن تسبب ضعف امتصاص بعض المواد الغذائية الأساسية في الأمعاء وكذا أو فقدانها بشكل ذات خاصة الحق موضوع اللي هو تخفيف الوزن يقومون ياخذون بعض الأدوية عسى يصير مثلا عندهم يتخلصون بسرعة من الأكل في الأمعاء فهيصير سوء امتصاص عندهم أو اللي بسوين عمليات تخفيف وزن بشكل كبير يصير عندهم تصاقط شعر أو ضعف أو نقص في الكثاف وكذا صحيح بعدين شو الفحوصات الأهم فحوصات نحن نسوي أحد الأشخاص هذه أهم فحص ركز عليه هو فحص الحديد أو مخزون الحديد نسبة كبيرة من الأشخاص يصير عندهم تصاقط عندهم نقص الحديد وعندهم فقر دم نتيجة نقص الحديد لأنه ممكن يكون نمط الحياة عندهم مثلا غير صحي أكلهم غير صحي مكون أكثر شي من الأكلات السريعة الكربوهيدرات وغير 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 وما يأكلون نسبة بروتين كافي حيث يزودون عمارهم بالحديد نتكلم عن بروتين حيواني وما نتكلم عن بروتين النباتي لأن يصلون لمستوى أو التركيز المناسب من الحديد في الدم لازم يأكلون كميات كبيرة جدا من البروتين النباتي ويصلون لها التركيز صحيح مصارتا بالبروتين الحيواني صحيح هذه النقطة الأولى هي النقطة الحديد نفسه شغلات ثانية ممكن هي نكون فيها نقص شرق الأوسط وبالذات هي الخليج فيتامين دال عند النقص كبير نتيجة ارتفاع دلاجات الحرارة في عائرنا معظمها عليها مثلا تعتيم ومخفي ناس لا تخرج من البيت خلال النهار نسبة كبيرة عندهم مقص فيتامين دال ولو عملنا الفحص ولو كان نسبة نقص وعوضناهم وارتفع لكن لا أعتد الموضوع الشعر فنعرف المشكلة لا يوجد فيتامين دال فنننظر فيتامين دال كأنه سبب في كل أسباب الأمراض التي لدينا فممكن يكون سبب في التساقط الشعر لكن ليس من الأسباب الرئيسية البيوتين إذا كان في نقص بعد نرجع لموضوع نمط الغذائي وهو أحد الفحصات البيوتين أو الزينك هذه فحصات ثانية ممكن ننضيفها فيه فحص نحن دائما ننس نسوي أو مثلا ما نفكر فيه إذا كان الشخص مثلا نمط غذائي عنده غيس سليم أو غيس صحي أو يعمل مثلا يسوي بعض الحميات الغذائية القاسية أو مسوية عمليات تخفيف وزن وهو فيتامين بيث معش ويصير عندهم ناص خاصة عند الحريم لازم نحن نشيك إذا كان فيه مثلا شك أنه عندهم فقر دم نشوف مخزون حديد وبيتامين بيث معش لأن إذا كان فيه مثلا نقص فيتامين بيث معش ممكن يسبب نفس الأعراض فقر دم وكذا لكن نوع ثاني مع تصاف شعر إذا إينا نحن ركزنا على المواد الغذائية أو البيتامينات نحن نعملها فحوصات شو مرتبطة بالبيتامينات أول فحص نفكر فيه وهو فحص الغذاء الدرقية كان فيه نقص الغذاء الدرقية وإذا كان فيه زيادة نشاب زايد فنسوي لهم فحص عادة يكون عندهم كسل في الغذاء الدرقية وكسل يؤدي لتصاف شعر طبعا بوجود عراف ثانية معظم أشخاص الليون عندهم مشاكل في الغذاء أو من زيادة أو نقصان في الوزن حسب إذا كان نشاط أو كسل في الغذاء يكون عندهم مثلا انتفاع في زيادة في معدل دقات القلب توتر زايد تعرق زايد أو يحسون برد زيادة كل هاي الأمور نحنا بعدين نشك أنه ممكن يكون أحد الأسباب له لغذاء الدرقية نسوي الفحص نضيف بعدين فحصات إضافية ثانية مثل ما ذكرت الأخطاء التغذية السكري مثلا طبعا إذا كان الشخص يعاني من مرض السكر بتكون عنده أشياء كثيرة مشاكل في الكلام مشاكل في شبكية العين ومشاكل في الريل ومشاكل في العصاب وفي الشرائين وكذا هذا إذا كان السكر متطور وصار بشكل متقدم وما متحكمين فيه وما حافظين على صحتهم نتيجة ارتفاع السكر بشكل عام هذه الأسباب يعني بشكل رئيسي نحن نركز على هذه الأشياء ممكن تكون في بعض الأسباب الثانوية وبعض الأسباب اللي هو النادرة جدا نحن ما نحن ما نتطرق إليها إلا إذا كانت الأسباب الرئيسية عندنا واضحة صحيح إنزي دكتور ما تقول الناس اللي يقول لك أنا مثلا رياضي أنا عائلتي ما فيها أمراض أنا صحتي زينة فما في داعي سوية فحص دوري هو الفحص الدوري عادة نحن نقول فيه هو كموضوع وقاية وكشف مبكر صح نحن عندنا الحمدلله في الهي برنامج اللي هو الفحص السنوي اللي هو الفحص الوطني السنوي صح هذه نحن نسويها لأي شخص من 18 سنة للنهاية هذه حاليا نحن قاعدين نسويها كل سنتين لأن حسب ما نشوف إنه سنويا ما لأي داعي في الأشخاص اللي هم الصغار هذه الحص هل هي ضرورية لا متنزل إذا تكون مهمة جدا وضرورية إذا حسب التاريخ العائلي مثل ما ذكرنا الشخص وصل لعمر 35 40 سنة فهني نحن نوصي لأن الأمراض مثلا السكر أو ارتفاع في الكوليسترول هذه ما لها عراض في البداية هذه العراض تكون تييم مع الوقت فهي شخص المصاب السكر مثلا من النوع الثاني فجأة يكتشف إنه عنده سكر كيف صار السكر عنده مثلا وصل بمستوى 500 600 700 مع ارتفاع في الكيتونات مع الجفاف إنسلين لما اعتدل السكر معظم هم اللي يكتشفون مثلا إذا اللي يكونون رافضين إنه يسبون أي فحوصات هاي طريقة اكتشافهم من عندهم السكر صحيح حسب نحن نمنعهم من يصلون لها المرحلة شو نعطيهم يعني نوصي عليهم أن فحص المبكر عسب تتجنبون تصلون هاي المرحلة فحص المبكر بيجنبهم إنه يدخلون في مرحلة السكر أو مرحلة الأمراض أنا أفضل مثال دايما يقول له موضوع السكر ليش لأنه في مرحلة السكر نحن نسميه ما قبل السكر لما السكر يكون مرتفع بس ما وصل لمرحلة السكر نفسها هاي منطقة ذهبية إنه واحد يقدر يصر فيها ويمنع أن يدخل في مرحلة السكر ويرجع إلى المستوى الطبيعي بشكل سريع خلال شهور شهرين ثلاثة ويرجع للمستوى الطبيعي فقط بتغيير رمض غضائي كيف نحن نعرف هذا الفحوصات دورية مرة في السنة مثلا مرة كل سنتين نعطيهم ونوصي عليهم نسو الفحص صحيح وحسب توصية الطبيب إذا الطبيب شاف النتائج يقول تعال راجع عيد الفحوصات بعد سنة عيد الفحوصات بعد سنتين أو بعد ثلاثة سنوات حسب الطبيب طبعا دكتور مهدي ما شاء الله الحديث عن الفحوصات الدورية طبعا يطول وإحنا سعيدين جدا باستضافتك اليوم معنا للحديث عن الفحوصات الدورية وهميتها وإن شاء الله يكون لنا معاك لقاءات مستقبلية تكلمنا أكثر بإسحاب أكثر عن الفحوصات شكرا دكتور مهدي العبودي اختصاصي طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي ونهارك سعيد شكرا مثل ما قال دكتور مهدي يوصي بضرورة التزام بالفحوصات الدورية حسب توصيات الطبيب يعني شو الطبيب ينصحك امشي على جدول الفحوصات الدورية لكثرون فحوصات لكثرون فحوصات الاثنين لهم ضرر فلازم نلتزم جدول الفحوصات الدورية احنا وصلنا لختام برنامجكم برنامج صحة وسعادة شكرا في التنسيق اسرائيل هاشمي وفي الأخراج سعيد المر وشكرا لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي اللي يعدوننا حلقات صحة وسعادة كل يوم يعني جهود عظيمة تساونا في التنسيق مع الضيوف وتحضير المواضيع وغيرها وإذا مستمعين عندكم أي موضوع حابين نطرحها لا تبخلوا علينا تواصلوا معنا على طريق الرسالة النصية على 4006 طرش تطرحون الموضوع المعين في صحة وسعادة وإن شاء الله راح نحاول نطرحها في الحلقات القادمة هذه محدثتكم دكتورة ندا الملة إن شاء الله بالحيات شوفكم أنا الأثنين القادم ونلقاكم شر الأسبوع القادم أقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة